مهمة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية ملايات نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة الطلبات السنوال العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء الحلقة رقم 42 مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء مساء الخير على كل مدرسي اللغة الألمانية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة هيكون في ديافتنا كبير معلم اللغة الألمانية في مصر هير أحمد عبدالله مساء الخير مساء النور شرفنا أهلا بك فانديم شرفنا وتشرفنا كالعادة شكل خالص ربنا يبارك فيك هتقول إيه لطلابك نهاردة أنا عايز الأول أوجه كلمة شكر لحضرتك طبعا وأوجه كلمة شكر للناس اللي هي بتساعدنا في إخراج هذه الحلقة وأعايز أقول لطلابي اللغة الألمانية دي لغة سهلة ولغة بسيطة جميع ولو أنت مش متأسس ما تخافش أنا هشرح بطريقة بسيطة طبعا ولو أنت حتى متأسس وناسي برضو ما تخافش هشرح بطريقة بسيطة وهبدأ معك واحدة واحدة وإن شاء الله هتقفل وتجيب الدرجة إنها إياه في اللغة الألمانية إن شاء الله بإذن الله حلقة مفقرة ربنا خاليك طبعا أنا بوجه كلامي لأبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي دارسي اللغة الألمانية حبيبي منهج الألماني تلتة سنوي بيحتوي على خمس دروس أول درس في منهج تلتة درس رقم عشر النهاردة أنا هشرح جزء من قواعد هذا الدرس بمشيط الرحمة قبل مبدأ بقول بسم الله الرحمن الرحيم وبهن استعين رب اشرح لي صدري واسل لي أمري واحلو العقدة من جساني يفقه قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آلية وصحبه وسلم قلت من إمت ثواني أول درس في منهج تلتة درس لقم عشر أنا النهاردة هشرح جزء من قواعد هذا الدرس الجزء اللي أنا هشرحه عنوانه موضال فيربن هلاقي طالب قاعد أصادي بيسمعني أو طالبة هيقول لي يعني إيه موضال فيربن في البعض بيقول إن معناها الأفعال النقص وفي البعض بيقول إن معناها الأفعال الشزة وفي البعض بيقول إن معناها الأفعال المساعدة وفي البعض بيقول إن معناه أفعالك كيفية يبقى كلمة موضال فيربن اللي هي عنوان الدرس لها أكثر من معنى أفعال نقصة شزة مساعدة كيفية طيب نخش في الدرس لو أنت عديت دول هتلاحظ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة خليك فوق في المربع ده أنا هتكلم بطريقة بسيطة عشان خاطر اللي مش متأسس زي ما احنا قلنا يفهم أو اللي متأسس وناسي برضو يفهم إيه موضوع بقى الموضال فيربن الألمان ضم على ستة أفعال دول فولن معناه يريد أن زولن معناه ينبغي أن كونن معناه يستطيع أن موسن معناه يجب أن دورفن معناه مش يسمح له أن يسمح عليه ضمة يسمح له أن آخر واحدة هو السالس مشتن يود أن أنا قلت من قيمة سواني إن الألمان جوم على ستة أفعال دول وراحوا مسميينهم موضال فيرب طيب هل الستة أفعال دول بيتصرفوا تبقى لقاعدة اللي احنا كلنا حفظينها ولا ليهم تصريف خاص طيب أنا بس عايزك تنسالي آخر واحد اللي هو مشتن ده مؤقت اعتبروا مش موجود دلوقتي ظولن اللي هو معناه يريد أن ظولن اللي هو معناه ينبغي أن كونن اللي هو معناه يستطيع أن موسن اللي هو معناه يجب أن دورفن اللي هو معناه يسمح له أن خلي عينيك على الخمس أفعال دول بس ملكش دعوة بمشتن مؤقتا الخمسة دول يا ولاد تصرفهم مع إيش بيجي عن طريق الحفظ هتحفظ إن تصريف فعل فولن مع إيش فيل لو حد سألك ده جي ازاي ده جي عن طريق الحفظ هتحفظ إن تصريف فعل ظولن مع إيش ظول كونن مع إيش كان موسن مع إيش موس دورفن مع إيش دارف وملكش دعوة بمشتن دلوقتي يعني إيه بقى فولن مع إيش فيل ويعني إيه ظولن مع إيش ظل ويعني إيه كونن مع إيش كان ويعني إيه موسن مع إيش موس ويعني إيه دورفن مع إيش دارف لما حب أقول أنا أريد أن أقول إيش فيل وكمل باقي الجمل لما حب أقول أنا ينبغي أن أقول إيش ظل وكمل باقي الجمل لما حب أقول أنا أستطيع أن أقول إيش كان وكمل باقي الجمل لما حب أقول أنا يجب أن أقول إيش موس وكمل باقي الجمل لما حب أقول أنا صومي حالياً أقول إيش دارف وكمل باقي الجملة يبقى الخامسة دول تصرفهم مع إيش بيجا عن طريق الحفظ طب الخامسة دول مع دول لو أنت قاعد وباصل كويس ونعرف أنك أنت قاعد مركز معايا الخامسة دول مع دول بس كده زي إيش بالظبط بس أزاود S T زي إيش بالظبط بس أزاود S T زي إيش بالظبط بس أزاود S T إلا موس أزاود T زي إيش بالظبط بس أزاود S T إلا أنا قلت كله على بعضه هقوله في جملة واحدة مش هتقل مني ديئتين عشان خاطر أفقرك وتبقى ماشي معايا يبقى الألمان جمع على ستة أفعال وراحوا مسمينهم موضال فيربن الخامسة دول الأولانيين ملاكش دعوا بآخر فعل تصرفهم مع إيش بيجا عن طريق الحفظ طب تصرفهم مع دول أنا لسه أي من سوي وسامع حد هو بيقول ورايا مع دول زي إيش بالظبط بس أزاود S T مع داموس لو عتنسى أزاود بس T طيب الخامسة دول مع إير وإيش وزيد زي إيش بالظبط 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 طيب الخامسة دول مع فير وزي وزي تصرفهم إزاي بغض الفعل وحطه زي ما هو بوس 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 أهو ظلن أهو ظلن بوس ظلن أهو ظلن بوس كنن أهو كنن وأنا سامع حد بيقولها ها مسم أهو مسم دورفن أهو دورفن وبعتنسى إني إيش يعني أنا إني دو يعني أنت إني إير يعني هو إيس سيب لي معناها شوية لإني ليها أكتر من معنى هقول لك معناها زي يعني هي فير يعني نحن زي يعني هم زي الكبيرة دي معناها سيادتك طب إحنا عرفنا إن الخامسة تصرفهم مع إيش وأنا بعيد وأصدع إيش عشان أثبت المعلومة عرفنا إن الخامسة دول تصرفهم مع إيش بيجا عن طريق الحافظ وعرفنا إن تصرفهم مع دول برضو الخامسة زي إيش بس أزود إس تي مع دموس أزود بس تي وعرفنا إن الخامسة دول تصرفهم مع إير وإس وزي زي إيش بزبط زي إيش بالزبط وعرفنا إن الخامسة دول تصرفهم مع فير وزي وزي بغد الفعل وحطه زي ما هو طب يا ترى مع اير انا سامع حد بيقول القاعدة صح اللي انت قلته صح مع اير بحط الفعل زي ما هو بس اشيل الان وحط مكان الانت مع اير بحط الفعل بس 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 انه يلي فين زي ما هو بس اشيل الان وحط مكان الانت بس بس فولت زولت كنت مست دورفت هلاقي طالب او طالبة من الناس المحتربين اللي قاعدين يسمعونه يقول لي طب ومشتن احنا قلنا فولن معناه يريد ان قلنا زولن معناه ينبغي ان قلنا كنن معناه يستطيع ان قلنا مستن معناه يجب ان قلنا دورفن معناه يسمح له ان مشتن معناه يود ان مشتن بتصرف ازاي مشتن بيتصرف كالقاتي بشيد الان ومع ايش بزود حرف الان يبقى مشتن انا بتكلم عنه اهو دلوقتي انا كنت مأجل كلام عنه مشتن بيتصرف كالقاتي مع ايش اشيد الان وازود له ايه طب مع دو ازود له ايه اس تي طب مع اير واس وزي ازود له الان طب مع فير وزي وزي ازود له ايه ان قبل ما كمل يبقى مشتن بتصرف كالقاتي اشيد الان وابدى بقى اضيف مع ايش ازود له الان مع دو ايه اس تي مع اير واس وزي ايه مع فير وزي وزي اي ان مع اير اي تي فيش حاجة صعبة خالص ولا تشيل هم الالماني خالص بامر الرحمن هتحقق اللي انت عايزه معاني الدرجة النهائية اللي انت بتطمع اليها هنحققها لك ان شاء الله هنوصلك مش بس تفهم الشرح هنوصلك انك تعرف تحلم ما تشلش هم الجراماتك ولا هم اي سؤال هيقابلك في اللي متحاني طيب انا عايز اسأل سؤال وعايز اسمع ايجابك واكيد طبعا وانا واقف انا هحس انك انت بتنطق هو انا ينفع اقول انا اريد ان واسكت ما تنفعش ينفع اقول انا ينبغي ان واسكت ما ينفعش منطقيا ما ينفعش قليك معي زي منطق ينفع اقول انا استطيع ان واسكت برضو ما ينفعش ينفع اقول انا يجب ان واسكت ما ينفعش انا صمح لي ان اروح ساكت ما ينفعش انا اودد ان واسكت ما ينفعش لما اقول انا اريد ان لازم اكامل اقول أنا أريد أن أأكل أنا أريد أن أشرب أنا أريد أن أنام بص ما ينفعش أقول أنا ينبغي أن أروح ساكت أقول أنا ينبغي أن مثلا أذاكر ما ينفعش أقول أنا أستطيع أن واسكت أقول أنا أستطيع أن أعوم يعني أسبح يعني أنا أستطيع أن أغني ما ينفعش أقول أنا يجب أن أروح ساكن لازم أكمل أنا يجب أن أذهب يعني يمشي ما ينفعش أقول أنا سمح لي أن أروح ساكن لازم أكمل أقول أنا سمح لي أن أذهب إلى السينما لو أنت مركز معايا أنا قلت ما ينفعش أقول أنا أريد أن أسكت لازم أكمل أنا أريد أن أأكل الله 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 إذن الأفعال دي يتطلب معناها أن يأتي معها فعل آخر أيوة لو أنت قاعد ملكزة هو جي معها فعل آخر أنا أريد أن أقل أقل ده فعل آخر أنا أريد أن أشرب ده فعل آخر يبقى الأفعال دي كلها يتطلب معناها أن يأتي معها فعل آخر علشان كده وعايزك تبص معي تحت بقى خالص لو انا حبيت استخدم اي واحد من دول بحطه في الجملة رقم اتنين بس احطه مصرف هو فولن مع ايش فيل اهي يبقى لو انا حبيت استخدم اي موضل فرب يعني اي واحد من الستة في جملة او في سؤال حسن ما تحب بحطه رقم اتنين بس بحطه مصرف والفعل الآخر اللي هو بيجي معاه بحطه في الآخر اسن يعني اأكل انا اريد ان اأكل طب الفعل بحطه في الآخر بحطه ازاي بحطه في المصدر يعني ايه احطه في المصدر يعني احطه غير مصرف يعني ما صرفوش مع ايش مثلا لا الفعل اللي بيجي مع اي فعل من دول بيتحطي في الآخر غير مصرف بيتحطي في المصرف أنا عايزك لو أنت معاك بقى ورق أو ألم أنا عايز ألم ده سريعا هم بالضبط الثلاث أربع دقايق اللي أنا قلته حوله لك بسرعة يلا اكتب معاي يوجد في اللغة الألمانية ستة أفعال تسمى موضال فرب اللي هم يريد أن ينبغي أن يستطيع أن يجب أن يسمح له أن يود أن كتبت بدي الحد كده طيب هنكمل الخامسة دول اكتب عندك تصرفهم مع إيش يأتي عن طريق الحفظ الخامسة دول بس مليش جعدة بنشتن تصرفهم مع دو زي إيش بس أزود اس تي مع دا موس ما زودش اس تي أزود تي بس الخامسة دول مع إير وإيس وزي زي إيش بالضبط الخامسة دول لما فولن زولن كونن ها موسن برافو ها دورفن مع فيل وزي وزي باخد الفعل من فوق وحطه زي ما هو الموضوع فيه انتهى السهولة مع إير أحط الفعل زي ما هو بس أشيل الـ وضع مكانها تي طيب مشتن بقى اللي احنا سايبينه اكتب عندك مشتن يصرف كالآتي يحظف منه الـ ومع إيش أزود له إيه طيب مع دو أزود له مش س تي إيه س تي طيب مع إير وإس وزي أزود له إيه طيب مع فيل وزي وزي أزود له إيه ان طيب مع إير ما زود لهش تي أزود له إيه تي آخر حتة هقولها لو أنا حبيت أستخدم أي فعل من دول في جملة في سؤال بحط أي واحد من دول عايز أستخدمه بحطه رقم اتنين في الجملة بس أحطه مصرف طيب الفعل اللي هيجي معاه أحطه في الآخر بالبلد زي كده أرميه في الآخر بس لو أنا برميه في الآخر محطهش مصرف أحطه غير مصرف أحطه في المصدر أحطه زي ما أنا حافظه طيب أنا شرحت عايز بقى أعلمك أو أصلك اللي أنت فهمته ده لو جاء عليه أسئلة تيجي إزاي وإنت تحل إزاي انتظرني إن شاء الله بعد الفاصل فاصل قصير أعزائي الطلاب ونرجع لكم تاني لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفير ورجعنا لكم تاني مع هير أحمد عبد الله صدر هير بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين رب اشرح لي صدري واسل لي أمري واحلو العقدة من لساني يطقاه قولي اللهم صلي وسلم على سيده محمد وعلى آلهي وصحبي وسلم أنا سعيد بجميع طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي داريس اللغة الألمانية وأنا قلت في أول الحلقة النهاردة أنا بشرح جزء من قواعد الدرس الأول في منهج الثلاث سنوي الدرس الأول اللي هو درس لقم عشر الجزء اللي أنا شرحته اللي هو عنوانه وضع الفيربي يا طارد أنا شرحته من قيمة تلت ساعة لو جاء عليه أسئلة في امتحان آخر السنة الأسئلة تيجي ازاي أنا عاجزك تبص أدي واحد اتنين تلاتة ما بقولش بقى أينز تسفاي دراي أنا بكلمك بطريقة بسيطة الأسئلة على الجزء اللي أنا شرحته اللي هو عنوانه وضع الفيربي لو جاء عليه أسئلة تعتب هذا الشكل أدي سؤال اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة أنا سمع طالب بيقول أنا خلاص شفت الأسئلة بتيجي ازاي يا هيرا أحمد عرفني بقى ازاي حل لأن أهم حاجة مش تفهم بس أهم حاجة إنك توصل إنك تحل طيب يبقى الموضال فيربيل لو جاء عليها أسئلة في امتحان آخر السنة بتيجي بهذا الشكل بص جدا بيجيب لك سؤال وتحت هيأ أربع اختيارات سؤال وتحت هيأ أربع اختيارات وهكذا أنا هقرأ السؤال ده وركز نقط زي تي أوضر أو عتنسى كلمة أوضر كلمة دي خليها في دماغك لأنها أحتاجها أوضر قافي ومديك اختيارات مشتن ميسن دورفن زولن إيه دول يا أولاد أنا سامع بنت شاطرة بتقول دول موضال فيربيل سامع ولا تشاطر بقولي إحنا لسه واخدينهم ودسه واخدينهم دلوقتي آه إنت بتخير ما بين موضال فيربيل لو عتنسى بقه هو لأن أنا هديك مفاتيح للحل هتساعدك على الحل أول مفتاح بيقول إيه لو أنت خيرت ما بين موضال فيربيل اختر مشتن لو لمحت كلمة أوضر المفتاح ده أنا أحطه على جنبه يبقى لو أنا خيرت ما بين موضال فيربيل ولمحت كلمة أوضر اختر مشتن ده في الغالب طيب لو عتنسى المفتاح ده يبقى لو أنا خيرت يعني لما خشي الامتحان ويخيرني ما بين موضال فيربيل ولمحت كلمة أوضر اختر مشتن بقول ده في الغالب طيب نبص للسؤال التاني هقرأ دو نقط هير مشتراوخ نقطة دس إستفربوت أنا عايز كلمة فيربوتن دي يبقى عينك عليها مش عايزك تنساه طيب نبص للاختيارات في لست زو لست مست بقى عرفست صح؟ دي برضو موضال فيربن بس موضوع مصرفة مع دو قال لا دي انت برضو بتخير ما بين موضال فيربن أيو انت بتخير ما بين موضال فيربن لو انت خيرت ما بين موضال فيربن ولمحت كلمة من دول فيربوتن او ارلاوت بص لكده للبرواز لاحمر ده جواك المتين كلمة اسمها فيربوتن بمعنى ممنوع تحتيها على طولة هي كلمة اسمها ارلاوت بمعنى مسموح الاتنين عاكسة بعض لو انا خيرت ما بين موضال فيربن ولمحت لفيربوتن او ارلاوت لو عتنسى اختار دورفن بس مصرف يبقى الحل ده رفست هلقي ولد قاعد بيسمع وبنت امورة برضو قاعدة بتسمع يقول لي ممكن قبل ما تكمل كلمة اللي انت قلته هنا بسرعة اه يا حبيب قلبي في دقيقة واحدة بالضبط هلما لك لو انت خيرت ما بين موضال فيربن ولمحت كلمة اوضر اختار مشتن فيش حاجة صعبة خالص لو انت خيرت ما بين موضال فيربن ولمحت كلمة من دول انا عايز رتبصي لي بقى للكلمتين دول فيربوتن او ارلاوت فيربوتن معناها ممنوع ارلاوت معناها مسموح هتختار فعل دورفن بس هتختاره مصرف زي هنا هو دورفن بس فيه دو يبقى ضعر فست احنا كده اخدنا مفتاحين مفتاح اول مفتاح تاني ايه مفتاحين دول ما انا قلت هتديك مفاتيح تساعدك على الحل هتديك مفاتيح تساعدك على حل اي سؤال على الموضال فيربن هخليك تعد في الامتحان ما تفكرش شفتي كذا حطي كذا هنخدق واحدة واحدة وبالراحة السؤال التالت هقرأ ما ينفاتر زاقت ما تنساش كلمة زاقت لاني هحتاجها دلوقتي هكمل قرية هكمل قرية هلاقي بنت او ولد تقول لي يا مستر انت قلتلنا ما ننساش كلمة زاقت في حاجة كمان ما ننسهاش اه بص كده هنا هتلاقي في كده اربع كلمات تحت بعض زاقن تحتيها زاقت تحتيها جزاقت تحتيها انجروف نقول تاني خلاص تاني زاقن وفوق زاقن معناه يقول زاقت وفوق زاقت معناه يقول جي زاقت ده بي بي تصليف ثالت فوق مكتوب معناه قال انجروف ده تصليف ثالت بمعنى اتصل تليفونيا بي بص كده معايا للاختيارات فيل هه زول هه كان هه ضرف انا سامع حد بيقول دول موضال فيرب براف دول موضال فيرب الله يعني انت بتخير مبين موضال فيرب اه باخير مبين موضال فيرب طب انت قلتلنا يا هير احمد فوق هنا لو احنا خيرنا ما بين موضال فيرب وشفت اقدر اختر مشت وقلتلنا هنا لو احنا خيرنا ما بين موضال فيرب وشفنا فيرب او ارلاوب نختار دور في هنا انت عايز تقول حاجة اه عايز اقول حاجة طبعا قولي يا مستراحة قولي يا هير احمد لو انت خيرت ما بين موضال فيرب ولمحت كلمة من دول فيه كلمة من دول هنا اه زاقتا هي تختار ظلم بس مصرف اه اروح حطه هنا او اروح معلم عليه يبقى ادي مفتاح ادي اتنين ادي تلاته انا عايز قبل ما اكمل شغل امتحانك بتاع اللغة الالمانية تعبارة عن قطع تحتها حبة اسئلة ثم قطعة اخرى تحتها حبة اسئلة ثم سؤال المواقف ثم سؤال القواعد ثم بيديك ايميل جواه حبة اسئلة اقولك جاوب على هذه الاسئلة ثم اخر سؤال بيطلب منك تكتب ايميل اي سؤال حيقابلك في الامتحان هعرفك بييجي ازاي وهديك اللي يسعدك على اجابك انا مش عايزك تشيل هم اللغة الالمانية خالص نكمل بس قبل ما نكمل اعيد لك هنا تاني كده بسرعة يبقى لو انت خيرت ما بين موضال ولمحت كلمة من دول هنطقهم هو أو زاقت أو جزاقت أو تختار بس مصرف وانت مغمض وكل حاجة انا حتتغلق على جنبه طيب نبص للسؤال ده هقرأ السؤال الاول فير نقط جوت شفيمن لو انت بسيط للاختيارات دورفن فولن كنن نسن برضو انت بتخير ما بين موضال ذرب عاجزك تبص هنا كده ثواني عندك ثلاث كلمات تحت بعض جوت معناها جيد وتحتيها فيدر هولن بمعنى يعيد أو يكرر وتحتيها فور باي كومن وده فعلي معناه يمر على في كلمة من دول اه في كلمة جوت هاي لو انت خيرت ما بين موضال ولمحت كلمة من دول ما هي دي كلمة من دول في الغالب بتختار فعل كنن 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 يبقى لونا لميت واحد واثنين وثلاثة واربعة مع بعض هم سطر واحد فيش حاجة صعبة لما اخيم بين موضال شفت اودر اختار مشتن ده في الغالب شفت فربوتن أو إرلاوت جنبان مكتوبة اختار دورفن شفت زاجن أو زاقت أو جزاقت أو أنجروفن اختار زولن بس مصرف شفت جوت أو فيدر هولن أو فور باي كومن اختار كنن طيب نبص هنا انت خدت الحد الآن أربع مفاتيح هم كان مفتاح هير أحمد هم سبع مفاتيح هيساعدوني على الحل إن شاء الله بتوفيق ربنا هيساعدوك على حل أي سؤال على الموضال ولو فيه أي شيء ما تشيلش هم هنوصل لك إنك تعرف تحل طيب نبص لسؤال رقم 5 إير نوات جيرن ما تنساش كلمة جيرن لإني هحتاجها دلوقتي إير نوات جيرن كولا ترين كان برضو انت بتخير ما بين موضال فيربي آه زول ها كان ها فيل ها موس لو خيرت ما بين موضال فيربي ولمحت كلمة جيرن في الغالب بتختار حاجة من اتنين إما إما فولن شايفها؟ أه 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 أو مشتن اللي موجود ساعدة أختاره بس مصرف اللي موجود هنا فولن بس مصرف يبقى فيل يبقى لو أنا خيرت ما بين موضال فيربي ولمحت كلمة جيرن أختار إما فولن أو مشتن ما بيجيب ليش الاتنين مع بعض ما ينفعش جد اتنين مع بعض جاب لي هنا فولن هو طبعا جابهولي مصرف فبحطه طيب ستة هقرأ مونة هات بريفونج زي زي ده مير بمعنى هي عائد على مونة اللي عندها امتحان نقط ليرنن ليرنن ده فعل بمعنى يزاكر قال لك ده بيخير لي برضو ما بين موضال فيربي موس ها دارف ها فيل ها قم انا عايزك تبص للمربع ده هتلاقي فيه عندك ثلاث كلمات جنب بعض ادي كلمة ادي اتنين ادي ثلاثة بريفونج يعني امتحان بعديه عبايت يعني عمل بعديه يعني ضروري عايز تقول ايه يا رحمة عايز اقول لو انت خيرت ما بين موضال فيربي ولمحتي كلمة من التاتة دول اهو بريفونج اهو كلمة من التلاتة تختار موسم بس مصرف اه 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 انا مش هكمل هلم ده وهلم ده وهلم ده وهلم ده وده وده في سطر واحد بس وانت بتسمعني بالراحة يبقى لو انا خيرت ما بين موضال فيربي وفي كلمة اوضر اختار في الغالب مشتن ادي اول مفتاح المفتاح التاني لو انا خيرت ما بين موضال فيربي ولمحت في ربوتن او ارلاوت اختار دورثن موجودة عندك في المربع هو ادي كده المفتاح التاني لو انا خيرت ما بين موضال فيربي ولمحت كلمة من دول زاجن او زاقت او جزاقت او انجروفن اختار زولن ادي المفتاح التالي المفتاح الرابع لو انا خيرت ما بين موضال فيربي ولمحت جوت او فيدر هولن او فور باي كومن باختار في الغالب بقول كنن بس مصرف لو انا خيرت ما بين موضال فيربي ولمحت كلمة جرن باختار اما فولن او مشتم ادي المفتاح الخامس المفتاح السادس لو انا خيرت ما بين موضال فيربي ولمحت كلمة بريفونج عندك هو في البرواز الاحمر لو كده برواز احمر اه لو انا خيرت ما بين موضال فيربي ولمحت كلمة من دول بريفونج او اربايت او درينجنج برافو بختار نسم بس مصرف بش عده صعب اخر حد انا عاجزك انت جدك تبص وتقول ايش فيل ايه فيل ده برافو ده موضال فيرب اتحط رقم اتنين بس اتحط ايه ها انا سامع حد بولت اتحط مصرف برافو اتحط مصرف وانا قاعد في الامتحان او انا قاعد في بيتي بحل لو لمحت موضال فيرب معاه في الاخر فراغ موضال فيرب معاه في الاخر فراغ ساعتها سيكون المطلوب في هذا الفراغ فعل في المصدر كلمة فعل في المصدر يعني فعل غير مصرف كلمة فعل في المصدر بشكل اسهل يعني فعل منتهب ان انا سامع حد بيقول لي منتهب ان او اي ان ما هو سواء منتهب اي ان او بان هو في الاخر منتهب ان يبقى لما شوف موضال فيرب معاه في الاخر فراغ يبقى عايز مصدر مصدر يعني فعل منتهي بان حلاق يولاد شاطر يقول لي طيب ما ده منتهب اين ليه انت اخترت ده وما اخترتش ده ده مش فعل في المصدر ده تصريف ثالث حلاق يولاد مش بتأسس يقول لي طيب انت عرفت اني ده تصريف ثالث لانك مدرس انا عرف ازاي انا مش بتأسس وانت قلتلنا هير احمد انك انت هتشتغل معنا بطريقة بسيطة وهتفهمنا لما تشوف حرف الجي وحرف الاي على طول قول ده تصريف ثالث حرف الجي وحرف الاي مش موكين في فعل على طول ده تصريف ثالث يبقى انا ما اخترتش ده عشان ده تصريف ثالث انا اخترت ده عشان ده مصدر طب ليه ما اخترتش ده ده فعل مصرف طب ليه ما اخترتش ده ده فعل مصرف طبعا انا في الاخر بشكركم وبتمنى ليكم النجاح الباهر وبالتوفيق ان شاء الله ودلوقتي ان شاء الله هبقى مع مستر احمد فضل ايار وهنتنائش شوية في حاجات بسيطة كده برضو خاصة بيكم ما شاء الله عليك هير احسنت ربنا يخليك شكرا حضرك رجعتني عشرين سنة فلاش باك شكرا كنت في سنوية العامة بس ما شاء الله شارح حضرك ممتع جدا ربنا يخليك مثلا ثالث بالنسبة لكل المستوى بالنسبة للطرق هذا تغفيركم من الله سبحانه وتعالى بشكر ربنا سبحانه وتعالى لو في عندك حضرك بقى اي توجيهات اي تهينات بخصوص الأسئلة انا عايز بقى اتكلم مع ابنائي ومع بناتي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي هو محتاج ايه عشان خاطر يحقق الدرجة النهائية تمام تعالى كده نستعرض الامتحان حتى لو كرلنا حتى عن سؤال او اتنين او تلاتة على قد ما نقدر اول سؤال في الامتحان احنا قلنا ده عبارة عن تيكست كطع جميل بيلاقي تحتيها اربع اسئلة او خمس اسئلة او ستة او سبعة مش فرق يعني مش فرق هيلاقي كم سؤال ان الامتحان نظامه تغير الاسئلة التي جيب على القطع دي اختيارات طبعا اختيارات اه بيجيب لي السؤال وتحتيها اربع اختيارات هو عشان يجيب على اسئلة القطع لازم يفهم القطع جميل وعشان يفهم القطع لازم يترجمها مضبوط وعشان يترجم القطع لازم يبقى عنده فورتشات كلمات يا ترى الكلمات احفظها بالطريقة المعتادة اللي هي يبقى معي خمسين ورقة كل ورقة مقسمة الى ثلاثة اعمدة واعظ احفظ دي طريقة ما تساعدش على حفظ الكلمات توظفها في جمل مثلا الكلمة تحفظ من خلال جملة يعني كل هو ما يقرأ كتير وتقابله كلمة صعبة ويعرف معناها هو كده يحفظ افضل جميل يبقى انا عايزه يقرأ كتير هيقابله حاجات صعبة يطلع معناها ومن خلال كده هو هيبقى عنده فروة لغوية كتيرة جدا جميل ده بالنسبة لسؤال القطعة يبقى القطعة مش تتظل بدنا قعد احفظ في كلمات لا 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 انا اقرأ كتير اقرأ كتير ومن خلال كراءتي هيبقى كلمة صعبة اطلع معناك كلمة وكده بتحفظ الكلمة من خلال جملة جميل بالنسبة لسؤال الايميل في كتير بيحفظوا الايميل يعني يقولوا الايميل ده احفظه والايميل ده احفظه والايميل ده احفظه الايميل لا يحفظه احنا لازم نعود التلميذ ازاي يكتب تمام وهو لو فيهم ازاي يكتب واتدرب كتير اتعامل مع اي ايميل يعرف اتعامل مع اي ايميل اللغة الايمانية مستر احمد اللغة سهلة وبسيطة وجميلة بس محتاجة طالب قاعد بيسمع ومدرس بيعرف يوصل الطالب ازاي يحل اللي امتحان انا من رأيي لان كثير من المدرسين بيقولوا فيه نظام جديد وفيه نظام قديم والنظام الجديد قال النظام القديم الموضوع مش جديد ولا موضوع قديم الموضوع ان مدرس يشرح طالب يفهم طالب يحل كتير اللي امتحان بقى ييجي جديد ييجي نظام جديد ييجي نظام قديم هيعرف يحل برضو في نصيحة لكل الطلبة ان هم دايما بيصيبوا اللغة التانية سواء فرنساوي او الماني او ايطالي او اسباني او اي لغة بيأخروها تأخير اللغة التانية مش حالة لانها من المواد اللي الطالب ممكن يضمن فيها الدرجة النهائية المادة اللي انا اضمن فيها الدرجة النهائية ما اخرهاش انا اهتمي بيها تبقى عندي في المقام الاول قدام عناي جميل لازم اهتم بالمادة لان هاعرف اجيب فيها مجموعة نظام عايز برضو اضيف حاجة تانية ان كل ما نحل كتير انا هاعرف اخش الامتحان واحل اي امتحان يجي جميل فيه مثلا سؤال من اسئلة الامتحان اللي هو سؤال الموقف بيجي له موقف وتحته برضو اربع اختيارات هو بيختار اختيار واحد من الاربعة يعني بيختار الاجابة الصحة يعني طبعا كتير برضو يحفظ الموقف ويحفظ ما يقال فيه انا اطعال حديث الشايق ده هير ونحط فاصل قصير ونرجع تاني ان شاء الله نستنون اعزاني اطلاق لطلاب السانوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام باعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت اشراف مستر احمد السعيد بادر بحجز نسختك من الان الكتاب الاول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية واللغة الايطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الادبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الاحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء ورجعنا لكم تاني مع هير أحمد عبد الله فضر حبيبكم بسم الله الرحمن الرحيم أنا كنت قبل منطلع فاصل كنت بتكلم عن سؤال المواقف طبعا قلت ده من الأسئلة اللي بتيجي بالامتحان بيجيب لي مواقف وتعطي أربع اختيارات وعايزني أختار الإجابة الصحيحة في الكثير طبعا يعني بيظن إن عشان يجيب على سؤال المواقف لازم يحفظ المواقف ويحفظ ما يقال فيه جميل لا إحنا نفهم المواقف وبناء على فهمنا للمواقف إنهم نختاري الإجابة وده بيتطلب إننا يبقى عندي ثروة لغوية يعني فورتشاتس عالي لازم أهتم في اللغات بالذات يا مستر أحمد بالثروة اللغوية يعني الفورتشاتس تمام في حتة أخيرة أنا عايز برضو أتكلم عنها إن لازم الطالب يوميا يحفظ مجموعة كلمات بالطريقة اللي احنا قلنا عليها من خلال جملة ويحاول هو يستخدمهم في جملة وده هيساعده كتير طبعا بمشيئة الرحمن في التعامل مع أسئلة الامتحان عايز الطالب برضو يحل كتير يعني كل ما هيحل كتير هيخش طبعا بمشيئة الرحمن ويعرف يحل أي امتحان المبارسة في اللغة طبعا مطلوبة مكتوبة جيدة لها وبرضو أنا مش عايز يهمل اللغة التانية ويسيبها لحده آخر السنة لا اللغة التانية دي لغة مهمة ولغة باميلة وربنا يوفهم بمشيئة الرحمن كلهم طبعا بتمني لهم طبعا يعني ان هم يحققوا الدرجة النهائية في جميع المواد وانا بقول بالنسبة لللغة الألمانية ما يشقولوش همها ان شاء الله يحقق معايا بأمر الرحمن وتوفيق ربنا الدرجة النهائية ان شاء الله بإذن الله شرفتنا هير أحمد وإلى تماما ان شاء الله نشوفك في لقاءات قادمة ان شاء الله كل التوفيق والنجاح للطلاب للأعزاء ان شاء الله شكرا 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 لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب النواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا ثمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء